جزيرة ياس مليئة بالفعاليات والأنشطة والأماكن الترفيهية والتي ساعدنا أن نزيد من عدد الفعاليات والأنشطة سبب زيادة في إقبال في إقبال كبير الحمد لله يعني العام اللي طاف وصلنا 35 مليون زيارة يعني بمعدل 38% زيادة في عدد الزيارات مقارنة بـ 22 فهذا الشيء ساعدنا أن نضيف فعاليات إضافية أحب الرقم كم بيكون 35 مليون؟ أكثر من 35 مليون زيارة هذا المتوقع بإذن ومتوقعين هذا السنة بعد يكون العدد أكبر أكبر لا ننزل بعد تغريد بأنكم أيضا العروض التي تتسوونها كعروض للصيف بعد هي جاذبة طبعا العروض التي تتسوونها من ناحية حتى الإعلانات المميزة التي تتسوونها الدعائية والشخصيات التي تكون موجودة هي جاذبة بطريقة جميلة لجزيرة ياسو وكل المرافق الترفيهية التي فيها أكيد العشاق الرياضة أيضا لهم نصيب في الفعاليات ما هي الأحداث الرياضية التي تكون موجودة عندكم؟ بالنسبة للفعاليات الرياضية هناك مباريات كرة السلة الأمريكية وفيها مباريات تكون للمنتخب الأمريكي والأسترالي والصربي وفيه ليلة النزال للـ UFC هذه تكون في أوغست بعد هذه فعالية رياضية وطبعا بالإضافة للفعاليات الأخرى وفيه أنشطة رياضية للجمهور بشكل عام مثل شو مثل كرة؟ مثل الكارتنج الكارتنج نحن عرض مجاني لسباق الكارتنج للجمهور عادة وطبعا فيه كنايم يحب يتسلق أو يحب يطير مثلا يحب يطير؟ نعم لأنه فيه فلاي أوه أوكي مثل لعبة القفز؟ ليس بقفز هي الطيران هو الذي رفعت هذا نفس ما الذي يحسين عمرت في الفضاء يبانا نجرب يبانا